السلام عليكم 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 اشتركوا في القناة لكن في الدول الغربية عندك الحق باش تكسب مئة صديقة ما يعقبش عليها القانون اشكو عندكم بديل انتم لهذا الشي أخوي عندك بديل هذا الشي يعني القانون في الدول الغربية اشتركوا في القانون اشتركوا في القانون القانون ليش مبني على المساواة في الحقوق قانون كيف يقولوا فيه العدل او لا لا القانون لازم يكون فيها العدل You know невactive organizations عنcks من غير المساواة في الحقوق او دول الغربية الرجل مرة يقدر يتزوج يقدر يتجرب و جب واحدة فقط واحدة. اول مرة يقدر تزوج المرة تجرب و جب واحد فقط فكرا. الرجل يقدر يقوم إلى صحابته فقدر اول مرة تقدر يقوم إلى صحابها اكيد شكرا. فهمت المساوات? لن أردوا عنه للقانون الشريعة ايضا لا ايضا اريدعت كان مشاعدي كان يجب أن يحصل على يتزوج Extreme و الأرة حتي تكتوات تتزوج؟ أحد كان هو المساوات هنا؟ Pl réflهي أربعة كان معهيح و لا يتحدث يحدث أربعة؟ لا 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 يدعي أبدا لنكمل نكمل نقلح quatro هل يفهم أن يكون في وحد الأربعة؟ لن أرأينا في أخي كان معهيح و نحن معهي و استعدادك سوف يفهمه كيف وجهة أربعة؟ كاين كاين أكيد أكيد كاين مساواة كاين العدل وكاين المساواة العدل هو أنه لما تكون أنت في قبيلة والجنود كلهم رجال ويروحوا للحرب ويكون عندك فائض من النساء يعني لو كان كل واحد ما تزودش ربعة راح تكون فائض من النساء وكاين النساء بزاف راح ينظلموا ما يتزوجوش ما هي نسبة النساء في الجزائر؟ يا أخي القانون الرباني يجمع الجيش للوقت هذا كبرك ولا جل الجزائر؟ يعني في الجزائر وكانت حرب الرجال وما يروحوا ما هي نسبة النساء في الجزائر؟ قال أذره واضح سوى تعرف أذره ولي ما نعرفش ما كاش مر في مؤسسة إحصائية لكن لكن يا أخي لكن يا أخي لما جاء القانون الرباني تجابك حتى ويكونوا حالات إفضرارية يسمح للرجل بيزد غلقت الكرمايك غلقت الكرمايك بس كوراك تهدر 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 وماكش قاعد جاوب نسبة النساء في الجزائر خمسين بالمائة ونسبة الرجال في الجزائر خمسين بالمائة كما كان رجل كان ينسى أذره فهذا كنت ضررت بالحرب يخرجوا يموتوا اختارت حكاية في الجزائر في الجزائر كما كان نسبة الرجال والنساء أرام كيف كيف ما حال يقدر يتزوج الرجل في الجزائر؟ ما حال عنده الحق يتزوج مرة عنده الحق يتزوج مرة لكن ليس شيء واجب بقى لي يتزوج مرة واحد ما قال واجب القرآن ما قدر تزوج مرة رانان هادروف الحقوق رانان هادروف الحقوق ما رش الله هادروف الواجبات الحقوق دوك الراجل عنده الحق يتزوج مرة عندها الحق تتزوج مرة هل كين مساوات هنا؟ كين مساوات؟ واحد يساوي أربعة لا لا كين مساوات للأطفال علم تخلينيش نهضر؟ علم تخلينيش نكمل على الفكرة هل كين مساوات الحقوق؟ علم تتقاضعني بالأسئلة فسكوا نطعت لك انت على بلك فسكوا نطعت لك انت على بلك فسكوا نطعت لعلافة ما علاقاش فهمنيك تشوى واحد يساوي أربعة خليني نهضر خليني نكملوا الجمهور الجمهور هو اللي يكم حبيت قوليك حتى أعطيلي تبرير منطقي وعقلاني وعلمي أعطيلي تبرير نعطيك تبرير يا أخي المرأة المرأة كي تتزوج بزوج الطفل كيفاش ننسبوه ليمن ننسبوه الراجل باين بلي هذا وليد فلان المرأة تتزوج مع راجل كيفاش ليمن ننسبوه ليمن بلاديين كمالي يعني المرأة تزوجة تبزوج الرجال الطفل اللي يزيد تعمل الآن سأسمعني بيهو شي حنقول لك جاوبني 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 راني جاوبني بما يخص المساوات بما يسمع ملي حش رح انقول لك بل كحن شوكيك هل أربعة يساوي أربعة كيفش أربعة أربعة يساوي أربعة أربعة ما يساويش أربعة اربعة يساوي اربعة اربعة تاني ستقولي اربعة يساوي واحد اكيد شكرا نحب نحق المساوات يا صديقي في الحقوق الراجل يتزوج مرة وولا مرة تتزوج الراجل واحد واحد يساوي واحد ما كاش حقرة هنا ما كاش ظلم عندهم نفس الحقوق لا 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 مشاوات مشي لعدي اخي وليس لعلي اخي انا لقد اكبر انا لن ناضل جدا لتزوج ربعة لان ناضل جدا لتزوج واحد كما تعلم العالم العالم جدا لا نال غير الأسلامي الذي قلت الزوج ربعة مالذي ان تعطي نحوة علمية ومنطقية وعقلانية من فضلك أضعي حوعة علمية منطقية وعلمية لماذا الراجل gördه يتزوج ربعة لا شي خمسة لماذا يقدر تزوج ربعة؟ بصحي لاحب يتزوج 5 ما يقدرش أعطي لي حجة علمية منطقية وعقلانية أهي تفضل وما تهدر لي على عفزة وحدة وخرى نكوبيلك المايك أهدر لي على هذه أعطي لي حجة علمية منطقية وعقلانية لماذا الراجل يقدر يتزوج ربعة؟ وما يقدرش يتزوج 5 علش ربعة ماكسيموم لا لا يقدر يتزوج ربعة وإذا كانوا ملكة الأيمن يقدر فيها فائض يتزوج كثر من ربعة يملك الأيمن الحجة العلمية ليس شرطة تكون عندك حجة علمية ما سوف تقولي في السلية الماء بالماء أهي أعطي لي حجة على شرب عام يقدرش يتزوج خمسة علش شرب عام ماكسيموم كل الأمور لازم تكون عندها حجة ما فهمتش إنتاني طلعت قوتنا دوك نعطي لكم حجة منطقية وعقلانية أتفضل أعطي لي حجة منطقية وعقلانية علش شرب عام ماكسيموم مايجح Lonely علمية والعقل عندي علي الرجال في كل الأزمين أو في كل الأوقات هما اللي روحوا الحروب هما النيسبة تحدث خائط خائطي أعلى شرب عام ماكسيموم علش ماشي خمسة علش ماشي ستة أعلى شرب عام عرب عام ماشي لازم تكون عندها حجة لا عندك حجة لأن الحجة الوحيدة اللي عندك هو لأن الله قال ربعة �� ومنت々 أن تر اسmic بابعوة ونقل الربعة لأي كما قال الله ندير كما قال الله نطبق كما قال الله كانت أدلة كثيرة فيها مصرحة للناس نقول لك الله تاني ماذا قال لك الله قال لك أنه رجل تاع خمسين سنة يقدر يتزوج بطفلات على ست سنين هكا تزيت تبع وتقول باع تاني لا مشي ست سنين كانت تسع سنين ما سمعتش أنت ست سنين الرسول كيتزوج باعيشة حال كان في عمرها تسع سنين ست سنين ست سنين لا تخلش بها ندخل بها تسع سنين وهذا الفعل حلال ولا حرام هذه طفلة تخليها كتفل هذي الفعل حلال ولا حرام عند الله رجل تاع خمسين سنة يتزوج مع تفرات على ست سنين ويدخل عليها في سع سنين هذي الفعل حلال ولا حرام حلال يعني حلال في الإسلام حلال هكيد حلال تتبع وتقول باع ولا تقول لا لا أرفض هذا لا لا أكيد الإسلام تستقبله كما كان لا تستقبله هذا لا ترفضه كتاب وتكفر ببعض لا يعني هذا الفعل أنت لا ترفض هذا الفعل أنت لست ضد هذا الفعل الرجل تاع خمسين سنة يتزوج بطفلة تع ست سنين ويدخل عليها تع سنين أنا إنسان مسلم يعني وشق الإسلامان معه وي وي إذن إذن أنت تتقبل هذا الفعل إذن أنا 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 من الإسلام مدم إنسان مسلم يعني إذن أنت تتقبل هذا الفعل ولا ترفضه سؤال بسيطة نتقبله مدم مسلم نتقبله شكرا القانون الجزائري القانون الجزائري هذا القانون الجزائري يرفض هذا الفعل القانون الجزائري يجرم هذا الفعل أنت صديقي الآن بما أنك مسلم وجزائري أنت مع القانون الجزائري الذي يرفض هذا الفعل أم أنت ضد القانون الجزائري وبطريقة أخرى هل أنت مع قانون الله أم أنت مع القانون الجزائري وضد كلام الله هنا نلقى بالتناقض لما تروح للقانون الجزائري وطيقى بلد الإسلام هو دين الدولة كيف تقول لي وضد كيف تفهمك كيف سؤال يجاوبوا عليه الناس أنا هذا السؤال بما يخص هذه القضية أنا مع القانون الجزائري وضد كلام الله وأنت صديقي لا تحكي لي شكاية جوه لي على السؤال وأنا نقول لك القانون الجزائري مكتوب للإسلام دين الدولة هل أنت مع القانون الجزائري ولا لا جوه لي على السؤال تاعي أعطيت لك قضية وكي يخسي لك أنا أصلا جوه لي هناك أنت أنا قوة في الجزائر لا تخاف صديق لانك خايفين هل انت مع القانون الجزائري وضد كلام الله أم مع كلام الله وضد القانون الجزائري بما يخص زوج صديرة أنا مع كلام الله ومع القانون الجزائري الذي ينص أن الإسلام دين الدولة بما يخص زواج الصغيرة بما يخص زواج الصغيرة القانون الجزائري يمنعه القانون الله يسمح به هل انت مع كلام الله ومع كلام القانون الجزائري واخر فرصة تحبط أنا مع كلام الله أولاً والقانون الجزائري ثانياً وثم بعد نشوفه مشاورة بيان سيرا كمل كمل حكي لي حكايتها كيف أشراك مع الشيء وضد الشيء في نفسه يعني ما يفعجك لأنه ممت